بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم نرحب بجميع الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم في الصف الأول المتوسط في مادة التجويد ونسأل الله عز وجل لنا و لهم التوفيق والسداد و درسنا اليوم في أحكام المساكن و قبل أن نشرع في الدرس من أحكام و درستم في الدرس الماضي أو في دروس الماضية أحكام النونساك والتنوين و كذلك و معرفة أحكامها و الأحكام كم حكم من النونساك والتنوين أربعة أحكام الإظهار الحلقي و كذلك الإدغام بنوعيه إدغام بغنه و إدغام بغير غنه و كذلك الخفاء الحقيقي و كذلك أربعة أحكام في أحكام المنساك والتنوين هنا نأخذ اليوم أحكام المنساكن أحكام المنساكنة و يتوقع من الطالب إن شاء الله بإذن الله بعد نهاية هذا الدرس إن شاء الله يذكر معنى المنساكنة و كذلك يتعرف الطالب كذلك على كل حالة من حالات المنساكنة و كذلك يميز الطالب كذلك مواضع أحكام المنساكنة و يمثل على حالات المنساكنة حسب حكمها مع الحروف و أيضا يتطبق الطالب أحكام المنساكنة بصورة صحيحة عند التلاوة هنا عن أحكام المنساكنة تنوين أخذها خط و خطمها في دروس ماضية و اليوم نشرع في أحكام المنساكنة نتعرف على باء الأحكامها نتعرف على أحكامها فأول ما نبدأ بها هنا تعرف المنساكنة فالمنساكنة هنا هي من يقلل هي الميم الخالية من الحركة ميم الساكنة الميم الخالية من الحركة لو أعتني مثال وقضي بينهم بالقسط هنا نكتب مثال هنا بينهم بالقسط بينهم بينهم بالقسط هنا هميم ساكنة الخالي من الحركة تجد مصحف ليس عليه حركة بضع قضية بينهم بالقصد طيب نحكى للميم الساكنة الميم الساكنة مع حروف الهجاء ثلاثة أحكام الميم الساكنة مع حروف الهجاء ثلاثة أحكام الحكم الأول الإخفاء الشفوي الإخفاء الشفوي لماذا يسمى إخفاء الشفوي؟ يخرج من الشفاء هنا تعريف هنا النطق بالميم الساكنة وسطا بين الإظهار والإدغام بدون تشديد مع بقاء الغنة مع بقاء الغنة مثال ذلك بايعتم به بايعتم به هنا تجد ميم ساكنة ميم ساكنة بعد الباء والباء من حروف الإخفاء الشفوي بايعتم به بايعتم به ويقع عند حرف واحد عند حرف واحد وهو الباء يعني حرف الإخفاء الشفوي حرف واحد وهو الباء فإذا وقع أنت معي إذا وقع بعد الميم الساكنة أعيد حرف الباء أخفيت ويسمى هذا النوع كما نورنا النوع من الإخفاء إخفاء شفوي لماذا؟ لماذا شفوي؟ لماذا؟ لخروج حرفي الميم والباء من الشفتين حرفي الميم والباء من الشفتين بايعتم به بايعتم به هنا أمثل على هذا الحكم وهو الإخفاء الشفوي في قول عز وجل ما لهم به ما لهم به من علم ما لهم طبعا فرجة يسيرة ما لهم به من علم ما لهم به من علم كذلك في قوله ومن يعتصم بالله تجد من ساكنة أتى بعد الباء ويغنب مغدار حركتان ومن يعتصم بالله هنا ميم ونحكم هنا ميم مع الباء ميم هنا ميم مع الباء ومن يعتصم بالله في هذين المثالين جاءت الباء هنا الباء بعد الميم الساكنة فصار الحكم الميم الساكنة إخفاء إخفاء شفوي لماذا إخفاء شفوي لخروجه من الشفة لخروجه من الشفتين نقول هات مثالا ثالثا من عندك هنا من يعرف هات مثال كما مر معنا بايعتم به وقضوا بينهم بالقصد بايعتم به هنا بايعتم بايعتم به خلي مثالا من عندك هنا بايعتم به طيب الحكم الثاني من أحكام من يكمل الميم الساكنة الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة الإدغام الشفوي الإدغام الشفوي وكذلك يسمى إدغام متماثل صغير الميم ساكنة هنا ساكنة وثانية متحركة تجد هنا ميم ساكنة وثانية وثانية ساكنة فالإدغام هنا الصغير سمى إدغاما صغير إدغاما صغير لماذا إدغاما صغير؟ إن هناك إدغاما كبير في قراءة أخرى هنا يهمنا الآن الإدغام الصغير هو إدخال الميم من يكمل؟ الميم الساكنة في الميم متحركة بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا مع الغنة طيب مثال عليه وَرَبُّكَ الْغَنِيُّذُ الرَّحْمَنِي يَشَيْذُ بِكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاء بَعْدِكُمْ مَا يَشَاء بَعْدِكُمْ مَا بَعْدِكُمْ بَعْدِكُمْ مَا ميم ساكنة هنا ميم متحركة والثانية ثانية متحركة بَعْدِكُمْ مَا مَا هنا الأولى متحركة والثانية ساكنة الأولى ساكنة متحركة بَعْدِكُمْ مَا بعدكم ما يشاء وعلى المثال وربك الغدي ذو الرحمة ويستخلف من بعدكم ما يشاء بعدكم ما يشاء هنا حكمة الإدغام الشفوي ويسمى الإدغام الصغير إدغام صغير أمثلة على هذا الحكم وله حرف واحد وهو الميم حرف واحد وهو الميم ويسمى الإدغام صغير لماذا لو قيل لك لماذا سمي الإدغام صغير لو قيل لك لماذا سمي فنقول لأن الميم الأولى منهما ساكنة والثانية متحركة لماذا سمي صغير لأن الميم منهما ساكنة والثانية متحركة أمثلة على ذلك أم 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 هنا ميم هنا ميم الأولى والميم الثانية أمن لهم مغفرة هنا ساكن ثانا متحركة لهم مغفرة لهم إدغام الصغير وحرفه واحد وهو الميم في هذه المثالين جاءت الميم الساكنة بعدها ميم متحركة فصار الحكم الميم الساكنة الإدغام لهم مغفرة أمن ويغنق مقدار حركتان أمن لهم مغفرة لو أتي مثالا من عندنا أو مثال من عندك هنا في قولي عز وجل بعدكم ما يشاء كما مر معنا بعدكم ما يشاء بعدكم ما يشاء بعدكم ما يشاء هذا الحكم الثاني وهو الإدغام الصغير الإدغام الصغير إدغام الصغير طيب نأتي بعدها لكل حكم الثالث ومن أحكام من يكمل الميم الساكنة أحكام الميم الساكنة الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة الإظهار الشفوي يعني الحرف الهجاء أخذها الإخفاء أو حرف واحد وهو الباء وعندنا كذلك الإدغام الثاني هو الإدغام الصغير أخذ حرف الواحد وهو الميم وباقي الحروف والهجاء أخذها الحكم الثالث وهو الإظهار الشفوي إظهار الشفوي فنقول إظهار الشفوي هو إخراج من الساكنة عند أحد حروف الإظهار ويقع عند ستة ستة وعشرين حرفا ستة وعشرين حرفا هنا الباق من حروف الهجاء الميم والباء أخذها الميم أخذها الإدغام الصغير والباء أخذ الإخفاء الشفوي وباقي الحروف الهجاء أخذها الإظهار الشفوي وهي جميع حروف الهجاء عدى الباء والميم وسمي إظهار الشفوي لماذا؟ لو قيل لك لماذا سمي الإظهار شفويا لأن الميم الساكنة وهي الحرف المظهر تخرج من الشفتين تخرج من الشفتين ويلاحظ هنا في هذا الحكم من الظهار الشفوي يكون عندنا حرفان وهو الواو والفا بعضهم يعني يخفيها لقرب المخرج ولهذا يقول الناظف رحمه الله واحذر لدى واو وفا أن تختفي لماذا لقربها ولياتحادها مثلا بعضهم يقول هم فيها خالدون هم فيها لا هم فيها هنا من ساكن بعد الفا والفا من حروف الاظهار الشفوي فلابد من اطباق شفتي ثم الايتيام بحر الحروف الاظهار الشفوي أمثلة على هذا الحكم الاظهار الشفوي هم أحسن هم أحسنوا عمله هم أحسنوا هم أحسنوا عمله لعلكم تتقون لعلكم تتقون ممنون 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 هنا في كلمتين هنا في كلمة واحدة في كلمة واحدة في هذه الأمثلة جاءت الميم الساكنة وجاء بعدها حرف الهمزة في المثال الأول في المثال الأول هم أحسن مثال الأول تجد بعدها من الميم الساكنة بعدها الهمزة والهمزة من حروف الاظهار الشفوي هنا وجاء بعدها حرف الهمزة في المثال الأول والحرف التاء هنا في المثال هذا حرف التاء في المثال الثاني لعلكم تتقون وحرف النون النون في المثال الثالث في كلمة واحدة هنا في كلمة واحدة فكان حكم الميم الساكن إظهار ويسمى الإظهار الشفوي الإظهار الشفوي وهذا الحكم مع بقية الحروف لكن ينبغي هنا هناك يحذر كما قلت في قبل قليل لكن ينبغي القارئ الحذر من إخفاء الميم الساكنة عند الوا والفا لماذا 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 حذر لأن قرب المخرج بعضهم لخرج من الشفتين فعلى بعضهم يخفي هذا الحكم هم فيها لا هم في عطبق الشفتين هما يأتي بالحكم الإظهار الشفوي هم فيها خالدون أموالهم ولا أولادهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم طيب هتاب هنا رابع رابع من عندك هم فيها خالدون هنا يوم بارد لا يخفى الله منهم لا يخفى الله منهم شيء هنا مثال من عندك تبحث حتى تأتي بمثال هنا نشاط استخرج الحكم التجويدي للميم الساكنة وحروفه في الآيات التالية مع بيان السبب لو أخذنا الأول هنا أنعمت موضع مي أنعمت هنا ميم مع الت شو الحكم التجويدي هنا شو الحكم التجويدي هنا أنعمت اظهار شفوي اظهار شفوي اظهار شفوي اظهار شفوي أتى بعد التا والتا من حروف الإظهار شفوي لأنه إظهار شفوي ننتبه هنا في قول يتعالى وهم كم من فئة كم الباقي تكملون هنا كم كم من كم من كم من فئة كم من فئة ميم ساكنة هنا حكم التجويدي ما هو الحكم التجويدي هنا من يعرف أحسنتم إدغام صغير إدغام إدغام صغير إدغام صغير لأنه ميم ساكنة السبب لأنه ميم ساكنة أتى بعد الميم والميم من حروف الإدغام الصغير الإدغام المتماثن الصغير هنا نأتي إلى استقرار حكم آخر في قولي عز وجل تعرفهم بسماهم تعرفهم تعرفهم بسماهم بسما بسماهم تعرفهم بسماهم ميم ساكنة أتى بعد البا والبا من حروف من حكم تجد هنا إخفاء شفوي شفوي إخفاء إخفاء شفوي لماذا ما هو السبب من مساكنة أتى بعد البا والبا من حروف من يكمل الإخفاء الشفوي الإخفاء إنه إخفاء شفوي طيب هذه باقي الأمن تكملونها و تضح الآن يعني الحكم و تكملون الباقي هنا تطبيق عملي على كلمات مفردة هنا يقرأ كل واحد من الطلاب الكلمات للآت المطبقة لإظهار الشفوي فنقول الحكم هم أولى هم أولى هم أولى نعم هم أولى شف هم أولى تطبق المحكم هنا هم أولى شو الحكم هنا من يعرف أحسنت هنا إظهار شفوي إظهار شفوي هم أولى كذلك أمثالهم أمت أمت يعني أمت في سورة الطاها ولا أمت ولا أمت أمت في سورة الطاها أمت ميم ساكن بعد التاو التاو من حروف الإظهار الشفوي كذلك أمثالهم 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 إظهار شفوي أمثالهم أمثالهم ناتب عليك هنا لما أتينا بالكلمات منفردة وانتهينا منها الآن نقرأ الآيات ونستخرج أحكام المساكن الثلاثة إظهار الشفوي الإضغام الصغير الإخفاء الشفوي نقرأ الآيات أو الآية الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب لو استخرجنا أحكام المساكن هنا في قولي عز وجل الحكم الأول من يعرف من يستخرج معنا الحكم الأول أحسنتم ألم يأتكم نبأ يأتكم نبأ هنا ممساكنة أتبعد النون وأنه من حروف الإظهار الشفوي الإظهار الشفوي كذلك في قولي عز وجل فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا هنا ممساكنة أتبعد الواو والواو من حروف الإظهار الشفوي يقول أن الإظهار الشفوي يكون يكون شديد مع الفاو والواو لقرب المخرج فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا في أفواههم وقالوا كذلك حكم آخر بما أرسلتم به بما أرسلتم به من مساكنة أتى بعد الباء والباء من حروف الإظهار أظهار شفوي لا خطأ ما أرسلتم به من مساكنة بعد الباء والباء من حروف الإخفاء الشفوي الإخفاء الشفوي بعد ذلك هنا الآية بعدها تقرؤون وتستخرجون أحكام المساكنة هنا تقويم نقول اقرأ الآية الكريمة جهرا ثم استخرج أحكام المساكنة نأخذ الآية المثال الثاني في قول عز وجل تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم أحكام المساكنة الحكم الأول هنا تسرون إليهم بالمودة ماذا الحكم من يعرف إليهم بالمودة تأمل ممساكنة أتبعد الباء والباء من حروف الإخفاء الشفوي الإخفاء الشفوي كذلك بما أخفيتم بما أخفيتم وما هنا ممساكنة بعدها لواة ولواة من حروف الإظهار الشفوي الإظهار الشفوي هذا المثال البقية تقرأونها وتستخرجون الأحكام من المساكنة هنا سجل من حفظ ثلاثة على الأحكام الآتي وبيل السبب الإخفاء الشفوي في قول عز وجل وقضي بينهم بالقصد وقضي بينهم بالقصد هناك شفوي إدغام الصغير مرة معنا في قول عز وجل كما قلت من بعدكم ما يشاء الإظهار الشفوي هم فيها خالدون يعني هذه وتبيل السبب لنا وتقول ممساكنة بعدها هكذا الحكم والحكم من حروف الإظهار أو الإخفاء أو الإدغام معلومات إثرائية نقول هنا إخفاء الممساكنة عند الباء مثل نطق النونساكنة والتنوين عند الباء تماما لماذا ما هو السبب لأنك تقلب النونساكنة أو التنوين ميما ثم تخفيها كما تخفي الممساكنة عند الباء ونقاعة الإدغام الصغير خاصة بالحرفين المتحركين في رواية الوسوسية هذه خاصة بالقراءات بإذن الله إذا تعلمت القراءات السوسية هناك إدغام كبير هناك إدغام كبير خاصة بالسوسي وهنا في القراءات بإذن الله إذا تعلمت القراءات تعخذوا هذه الرواية وهكذا انتهينا من درس أحكام الممساكنة والأحكام الثلاثة الإدغام الصغير والإخفاء الشفوي وكذلك الإظهار الشفوي ونؤكد على الطلاب والطالبات مراجعة هذا الدرس وكثرة الأمثلة حتى بإذن الله يستظهر الطالب والطالبة هذه الأحكام ويطبق تطبيقاً عملياً عند تلاوة القراءة الكريم وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم والأدرس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة